السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله عندنا تتمت درس الآدات الصحيحة الطبيعية واحد الملايين والملايين هذا الدرس الأول في كتاب الجيد في الرياضيات المستوى السادس في هذه الحصة هذه إن شاء الله سننجد رسفها رقم 12 أتمرن جوموند خان تمرين رقم 13 أستعمل مرة واحدة ما يناسب من الكلمات الآتية إذن عندي في هذه البطاقات 1370 مليون خمسة ملايير لكتابة ما يلي ألف أكبر عدد مكون من أربعة أرقام إذن هنا سنستعمل هذه البطاقة لكي نصابه عدد مكون من أربعة أرقام وفي كل عدد ممكن نستعمل البطاقة أكثر من مرة واحدة يعني البطاقة نستعملها مرة واحدة في كل عدد إذن أكبر عدد مكون من أربعة أرقام هذا العدد سيكون مكون من أربعة أرقام إذن من كليش ناخد هذه البطاقة هذه اللي فيها الملايير حتى المليون لأن المليون فيها سبعة دي الأرقام إذن ممكن ناخده سبعون ثلاثمائة وناخده الألف إذن العدد اللي ممكن نكتبه هو ألف وثلاثمائة وسبعون ألف يعني باش يكون عندي أكبر عدد مكون من أربعة أرقام ألف وثلاثمائة وسبعون هذا هو أكبر عدد مكون من أربعة أرقام اللي ممكن ينصوب هذه البطاقة هذه وبطبيعة الحال ما ممكن ليش نعود البطاقة نستعملها في نفس العدد جوجة دي المرات باء أكبر عدد مكون من خمسة أرقام أكبر عدد مكون من خمسة أرقام إذن بطبيعة الحال ما غديش نستعملوا هذه البطاقة هذه اللي فيها خمسة ملايير وأيضا ما غديش نستعمل هذه البطاقة اللي فيها مليون إذن شنو غادي نستعمل غادي نستعمل هادو بثلاثة فقط يعني سبعونة سبعونة ألف وثلاثمائة إذن هاداك العدد غادي يكون فيه خمسة ديال الأرقام سبعونة ألف وثلاثمائة هذا هو أكبر عدد مكون من خمسة أرقام من هاد البتاقة سبعونة ألف وثلاثمائة الآن جيم أصغر عدد مكون من ستة أرقام أصغر عدد مكون من ستة أرقام إذن غادي نديره هو ثلاثمائة ألف ثلاثمائة ألف لأن من كليش ندير ثلاثمائة ألف وسبعون خصنا أصغر عدد ثلاثمائة ألف وسبعون راح كبر منه إذن غادي نديره هاد العدد خصي يكون مكون من ستة أرقام يعني ثلاثمائة ألف هذا هو أصغر عدد دال أصغر عدد مكون من سبعة أرقام أصغر عدد مكون من سبعة أرقام يعني عدد غادي تكون في سبعة ديال الأرقام واحد جوش لتربة خمسة ستة وسبعة إذن هو غادي يكون مليون أصغر عدد هو مليون اللي في سبعة ديال الأرقام يعني الواحد وستة ديال الأصفر هما سبعة ديال الأرقام ما كينش ما صغر منه إذن ما غاديش نستعمل معها هاد سبعون وثلاثمائة لأنه غادي يكونوا كبر منه مثلا إذن هادنا مليون وثلاثمائة غادي يكون كبر من مليون حنا خصنا أصغر عدد الآن ها أكبر عدد أكبر عدد مكون من تسعة أرقام أكبر عدد مكون من تسعة أرقام غادي نديروه الشي عدد اللي فيه سعود ديال الأرقام هجوش ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود إذن غادي يكون هو أدنا غادي نستعمل هاد البطاقة هادي ديال المليون إذن غادي يكون هو ثلاثمائة وسبعون مليون ثلاثمائة وسبعون مليون وألف ثلاثمائة وسبعون مليون وألف إذن غادي تكون هنا يا ثلاثمائة وسبعون مليون غادي تكون من مراهستة ديال الأرقام ثلاثمائة وسبعون مليون وألف ألف غادي تجيني هنايا ألف هي هذه وهنايا غادي يكون عندي الأصفر ثلاثمائة وسبعون مليون وألف هذا هو أكبر عدد مكون من تسعة أرقام الآن واو نديرها هنا أكبر عدد مكون من عشرة أرقام إذن هنا غادي نحتاج الملاير هنا غادي ندير خمسة ملاير إذن غادي ندير أكبر عدد مكون من عشرة أرقام واحد شوش تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعود عشرة غادي ندير عشرة ديال النقط إذن غادي ندير خمسة ملاير وخمسة ملاير وثلاثمائة وسبعون مليون وثلاثمائة وسبعون مليون شو حادي بقالي هنا يا استدل النقط يعني تلاتمائة وسبعون مليون تلاتمائة وسبعون مليون نزيد وألف إذن غادي تكون عندنا خمسة ملاير وثلاثمائة وسبعون مليون وألف كل بتقاركة نستعملها مرة واحدة في كل عدد وهنايا غادي نكمل بالأصفر إذن هي هادي إنها وهكذا وهكذا خمسة ملاير وثلاثمائة وسبعون مليون وألف نمر إلى ثمانين رقم أربعة عشر ولاحظوا العدد إذن هذا العدد هذا هو تسعة عشر ماذا من مرة تسعود الأرقام تسعة عشر مليار وسبعمائة وتمانية وتلاتون مليون وخمسمائة وسبعة وستون ألف ومائة وأربعة ثم أكمل كما في المثل العدد تسعة عشر اللي هو هذا هو عدد الملاير عدد الملاير كان بدأ من وحدات الملاير اللي هنا يا اللي يصار قاعدك شي كامل كيكون عدد الملاير العدد إذن فين توقفنا هنا يا تسعة عشر ألف وسبعمائة وتمانية وتلاتون توقفنا في الثمانية اللي هي هادي الثمانية شنو هي الرتبة ديالها عندي هنا يا فصل الوحدات فصل الألاف هنا يا فصل الملايين وحدات الملايين إذن العدد تسعة عشر ألف وسبعمائة وتمانية وتلاتون هو عدد الملايين لأن هنا عندي رقم وحدات الملايين إذن هذا عدد الملايين كامل من وحدات الملايين إلى اليسار هو عدد الملايين العدد تسعة عشر مليون وسبعمائة وتمانية وتلاتون ألف وخمسمائة وسبعة وستون هو عدد في توقفنا توقفنا هنا في السبعة هنا يتوقفنا هذا رقم وحدات الآلاف إذن هذا العدد هذا كامل هو عدد الآلاف يعني من وحدة الآلاف اليسار عدد الآلاف العدد مئة وسبعة وتسعون مليون وثلاتمائة وخمسة وتمانون ألف وستمائة واثنان وسبعون هو عدد في توقفنا توقفنا في الاثنان الاثنان هي هذه رقم المئات إذن هو عدد المئات الاثنان هي رقم المئات رتبة ديالها رقم المئات يحتل الرقم التسعة اللي هو هذا رتبة ماذا؟ عندي فصل الوحدات البسيطة، فصل الآلاف، فصل الملايين، هنا فصل الملايين، إذن تسعة رتبة ديالها وحدات الملايين، رتبة وحدات الملايين، رتبة وحدات الملايين، يحتل رقم سبعة، رتبتين هما رتبة و رتبت، رقم سبعة عندي جوج المرات عندي هنا، وعندي هنا، هنا أشمن رتبة؟ هنا، الوحدات البسيطة، هنا وحدات الآلاف، هذا رقم سبعة، وحدات الآلاف، هنا لأن هذا فصل الآلاف، سبعة، هنا وحدات الآلاف، سنكتبها هنا رتبة وحدات الآلاف وسبعة الآلاف، سبعة 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 الآ دول أسفله عدد سكان كل واحدة من القارات الخمس حسب تقديرات الأمم المتحدة سنة 2018 عندنا القارة أوروبا، آسيا، أفريقيا أستراليا وأمريكا عدد سكان بالملايين يعني أنني هذا العدد هذا كان زيد له المليون فيه ستديا الأصفر يعني هذا العدد هذا كان زيد له ستديا الأصفر يعني كوالي 739 مليون إذن هنا يألف أكتب بالأرقام والحروف عدد سكان كل قارات سنكتب الأعداد بالأرقام ثم بالحروف إذن نبدأ بالقارة الأولى، وهي أوروبا العدد سنكتب 739 عندي أعدد سكان بالملايين، ونزيد الأستاديا الأصفر يعني هي 739 مليون، وهذه نكتبها بالحروف 739 739 739 مليون، نمر إلى قارات أسيا أسيا، إذن نكتب أربعة آلاف وخمسمائة، ونزيد لها 6 ديال الأصفر، لأنه عندي هنا بالملايين، يعني أي عدد كتبناها، غدي نزيد له ستاديا الأصفر أربعة آلاف وخمسمائة، ونزيد ثلاثة، ونزيد ثلاثة خلن ديال الأصفر، هما ستاديا الأصفر، زدنا إذن هذه، إشنو، نقرأها، نمشي من هنا، إذن هي أربعة ملايير وخمسمائة مليون وغدي نكتبها بالحروف أربعة ملايير وخمسمائة مليون وخمسمائة مليون الآن أفريقيا أيضاً، غدي نكتبه العدد، ونزيد له ستاديا الأصفر أفريقيا، غدي نكتب ألف ومائتان ونضيف لها ستاديا الأصفر، ثلاثة وثلاثة خلن إذن، نقرأها هي مليار مليار ومائتان مليون مليار لأنه من بعد الواحد كانت سعود الأصفر مليار ومائتان مليون ثم أستراليا أستراليا ستة وعشرون، غدي نزيد لها ستاديا الأصفر، هي ستة وعشرون مليون إذن أستراليا إذن نكتب ستة وعشرون، ونزيد ستاديا الأصفر، إذن ستة وعشرون مليون ستة وعشرون مليون، بقتلنا أمريكا امريكا سنكتب تسعمائة ونزيد لها استديل الاسفار نزيد واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة اذا هي تسعمائة مليون تسعمائة تسعمائة مليون اذا هنا يا غادي نشوف السؤال الموالي كتبنا الاعداد بالارقام وبالحروف با ارتب تزايديا اعداد سكان القارات الخمس غادي نرتب تزايديا اعداد سكان القارات الخمس يعني غادي نمشي وبعد اولا نحسب عدد الارقام هنا عندي ثلاثة ثلاثة ستة وثلاثة سعود ثلاثة وثلاثة ستة وثلاثة سعود وهنا يا عشرة اذا نكتبو هنا يا تسعود باش ناقلو عليها هنا يا عشرة باش ناقلو عليها هنا يا عندي ثلاثة وثلاثة ستة وثلاثة سعود واحد عشرة استراليا عندي ثلاثة وثلاثة ستة وجوج تمانية ديال الارقام هنا عندنا ثلاثة وثلاثة ستة وثلاثة سعود اذا الترتيب غادي يكون تزايدي يعني من الاصغر الى الاكبر غادي نمشيوا من الاصغر نشوفوا الاصغر هو اللي فيه اقل عدد من الارقام وهذا اللي فيه اه ثمانية لان عندي تسعود ثمانية عشرة عشرة تسعود ديال الارقام غادي نمشيوا لهذا اللي فيه ثمانية غادي يكون هو اصغر عدد اللي هو اه ستة وعشرون مليون ستة ستة وعشرون مليون اذا ها نستعملوا رمز اصغر من لان عندي تزايديا اصغر من ستة وعشرون مليون اصغر من غادي نمشي دا بنشوف الارقام يعني التسعة اللي فيهم تسعود دي الارقام لان عندي غي وحدة اللي فيها تمانية كينا هادي فيها تسعود وكينا حتى هادي اللي هنا يتايا فيها تسعود اذا غدي نمشي ونقرنه من رقم من الياسار يعني من مئات الملايين عندي هنا تسعة وهناي عندي سبعة في مئات الملايين اذا سبعة اصغر من تسعة وبالتالي غلي تكون عندي سبعمائة وتسعة وتلاتون مليون سبعمائة وتسعة وتلاتون مليون اصغر من اذا بقتلية تسعمائة مليون تسعمائة مليون اصغر من اذا بغدي نمشي واللي فيهم عشرة ديال الارقام عشرة ديال الارقام عندي هذا في عشرة وهذا حتى وفي عشرة اذا نبدأ ونقرنه من رقم وحدات الملايين هنا عندي واحد هنا عندي اربعة واحد صغر من اربعة اذا بغدي تكون مليار ومئة مليون اصغر من بقتلنا هذه ديال اربعة ملايير وخمسمائة مليون اربعة ملايير وخمسمائة وخمسمائة مليون اذا هذا هو الترتيب التزايدي من الاصغر الى الاكبر نمر الى تمارين رقم ستة عشر تمارين رقم ستة عشر اكسب التأطير المناسب لما يلي اذا عندي ثلاثة الاف واربعمائة وخمسة وسبعون غدين اضطرها التأطير مقرب الى المائة التأطير مقرب الى المائة لا يمعديش قدونا باش نكسبوهم اذا غدين ديرهم في فورقة عندني 3475 تأطير مقرب الى المائة فن هو رقم المائة هو اربعة اذا هنا غدينخلي غدينحيد هاد جوج دي الارقام السبعة والخمسة انا دير بلاستون اصفار اذا غدينتكون عندي 3400 وهنا شنو غدينتكون عندي 400 هنا غدينتكون 500 3500 هذا تأطير مقرب الى المائة الآن عندي الطير مقرب إلى عشرة آلاف العدد هو مليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون الف وستمائة واثنان عدد مقرب إلى عشرة الآلاف هنا عندي وحدات الآلاف هنا عشرات الآلاف يعني سنجد هذه الثلاثة والذي باقي سنجد أصفر اثنان سنجد ثلاثة وهنا يا غديندير صافر ونعود نزيد ثلاثة ديال الأصفر يعني هذو الأرقام اللي ب odpow لي من بعد الثلاثة ندرهم أصفر يعني مليونان وسبعمائة وثلاثون الف هنا كنت عندي ثلاثون الف هنا ما حالا تكون عندي أربعون ألف يعني غدي تكون مليونان وسبعمائة واربعون ألف سبعمائة واربعون ألف مليونان وسبعمائة وأربعون ألف ثلاثون ألف أربعون ألف إننا دبعا سأطير مقرب إلى عشرة الآلاف هذا هو رقم عشرة الآلاف إذن ثلاثون ألف أربعون ألف دبعا الآن عندي هنايا هذا العدد هذا مليون ومئتان وأربعة وتلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وأربعة وتلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وستون إذن هنا مقرب تأطير مقرب إلى المليون تأطير مقرب إلى المليون إذن غد نخلي هذا الواحد هذا يعني رقم وحدات الملايين وهذا اللي يبقى وغد نديرهم أصفار يعني غد نخلي هنا ندير ستة ديال الأصفار هي مليون يعني محصورة ما بين مليون إذا كانت هنا مليون شحنا نغدي تكون مليونان إذن أنا كان أطرع بالملايين إذن عندي مليون مليونان ثم العدد الموالي عندي هنا نديرهم ثلاثة 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 إذن شنو هو مليار ومئتان وتمانية وتسعون مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألف واربعمائة واثنان وتلاثون تأطير مقرب إلى المليار للمليار يعني غد نخلي هذا الواحد هذا ديال وحدات الملايير واللي بقى غد نديره أصفار يعني شحل عندي من صفر عندي تسعود ديال الأصفار 1 جوج 345678 تسعود ديال الأصفار 1 جوج 3 1 جوج 3 1 جوج 3 يعني 3 تلاتة تلاتة إذن مليار إذا قدرت هنا مليار حان بنhoe نغطي ندير ملياران يعني ندير أو الآخر تسعود ديال الأصفار ثلاثة ثلاثة وثلاثة هنا العدد الموالي 532 476 سأطير مقرب إلى الوحدة 532 476 سأطير مقرب إلى الوحدة رقم الوحدات هو هذا يعني سنضير 532 400 و سنضير هنا 75 وهنايا غدي تكون عندي إذا كانت عندي هنا 75 هنا غدي تكون 6 و 7 500 و 2 و 30 ألف و 417 و 7 و 7 5 و 7 6 و 7 ثم 7 و 7 يعني تأطير مقرب إلى الوحدة يعني كان ننقذ هنا واحد وهنايا كان نزيد واحد نمر إلى التمين الموالي التمين رقم 17 يبين الجدول مساحات بلدان المغرب العربي بالكيلومتر مربع ألف البلد الأكبر مساحة هو إذن الجدول هو هذا عندي القارة موريطانيا المغرب الجزائر تونس و ليبيا المساحة بالكيلومتر مربع هنا عندي الأعداد بالكيلومتر مربع سنرى البلد الأكبر مساحة هو أول شيء غدي نحسب عدد الأرقام هنا عندي ثلاثة وتلاثة ستة سبعة أحن عندي سبعة تل الأرقام هنا عندي ثلاثة وتلاثة ستة وأرقام الارقام هنا ثلاثة وثلاثة ستة واحد سبعة سبعة دي الارقام هنا عندي ثلاثة وثلاثة ستة ارقام هنا عندي ثلاثة وثلاثة ستة والواحد سبعة ارقام البلد الاكبر مساحة غادي نشوف الاعداد اللي عندها اكبر عدد دي الارقام غادي نشوف ما بين هادو اللي فيها سبعة وما بين هادي وما بين هادي وما اللي فيهم سبعة دي الارقام اول شيء كان بدا المقارنة منا اليسار يعني من هنا يا غدي نشوف فه فرقم وحدات الملايين هنا عندي واحد هنا عندي اثنان وهنا عندي واحد إذن هذا البلد الأكبر مساحة هذا اللي عنده اثنان يعني في رقم وحدة الملايين هو الأكبر يعني الجزائر البلد الأكبر مساحة هو الجزائر الآن البلد الأصغر مساحة هو الأصغر مساحة سنرى من هذا اللي فيهم استديل الأرقام اللي فيهم استديل الأرقام إذن سنبدأ المقارنة من مئات الآلاف هنا عندي سبعة هنا عندي واحد إذن واحد أصغر من سبعة إذن 163.611 هي الأصغر يعني البلد الأصغر مساحة هو تونس إذن الآن نمر إلى سؤال جيم أرتب هذه المساحات ترتيباً تناقصياً باستعمال الرمز أكبر من يعني سنبدأ من العدد الأكبر ترتيب تناقصياً من الأكبر إلى الأصغر سنشوف أكبر عدد غدي نشوفه من هدو اللي فيهم سبعة دي الأرقام بطبيعة الحال القناة هو المساحة دي الجزائر هي اللي كانت مليونان وثلاثمائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة وواحد واربعون لأننا فرق من أحدات الملايين هنا لقيت اثنان هنا لقيت واحد هنا لقيت واحد يعني اثنان كبر من واحد إذن غدي تكون مليونان وثلاثمائة وواحد وتمانون الف وسبعمائة وواحد واربعون أكبر من إذن هذا دي الجزائر اكتبناه ندروا علامة لتبعوا إما غدي يكون هذا اللي في سبعة دي الأرقام أو لا هذا حتى وفي سبعة دي الأرقام نبدأ والمقارنة من اليسر دائما عندي واحد واحد سبعة صافر إذن سبعة أكبر من صافر غدي تكون هي مليون هي دي الليبيا المساحة دي الليبيا إذن هي مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وأربعون أكبر من إذن غدي يكون هو هذا اللي يبقى لي في سبعة دي الأرقام مليون واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون أكبر من نبدأ المشي والهدو اللي فيهم ستدي الأرقام نائما المقارنة من اليسرين من مئات الآلاف هنا عندي واحد هنا عندي سبعة إذن سبعة أكبر من واحد يعني أن سبعمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وخمسون أكبر من أكبر من مئة وثلاثة وستون ألف وستمائة وعشرة إذن عندي واحد شوش ثلاثة أربعة خمسة واحد شوش ثلاثة أربعة خمسة نعم عندنا خمسة الأعداد أرطبناهم من الأكبر إلى الأسعار وهكذا كنكون سلينا صفحة دي النارقم 12 شكرا جزيلا على المتابعة شكرا على التشجيع ديالكم والتعليقات ديالكم والدعوات ديالكم شكرا جزيلا مع السلامة شكرا جزيلا مع السلامة